السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيت اليوم قد نتكلموا على الحصاتنا على الأندية الجزائرية ومعاناتها في إفريقيا بسبب نعودوا نرجعوا بسبب تصريحات تعامل الفيرما بش نعطوكم معلومة لبلك الفيرق الجزائرية وراهي الديبلاسي بدون ممثل اتحادية دائما وين يكون لازم يكون ممثل اتحادية الجزائرية لكن ولا واحد راهي الديبلاسي مع الأندية الجزائرية كاش لا يديبلاسي ما كاش لا يديبلاسي ما كانت ممثل تالاتحادية ما كاش ما كاش كانوا يديبلاسي ومكري على بنابلي كانوا يروعوا يديبلاسي وصح ظروك مكاش لها يدي فلاسي مكاش لها يروح مع الممثلين تعال الاتحادية لازم يكون نادي يكون معه ممثل تعال الاتحادية الجزائرية صح ليوم مكاش خاصة بعد التصريحات التأحم الارتجالية المسؤولية والسبيانية تعمل الفيرما وصاحب هذا المنسق ما بين زريبة زريبة ويتتواصل متاعب الفيرق الجزائرية مع منافسها الأفريقة خصوص هذا الموسم ما تسبب في تأجيل عدة مباريات بحجة مخلفات مخلفات فيروس كورونا وكان فريق وفاق السطيف قد وصل للدولة التشاد لمواجهة نادي النهضة المحلي يوم اليوم لحساب ذهاب الدور الأول من منافسات كاف بالعاصمة الشادية وانحرمت تشكيلة وفاق السطيف من تدريب بسبب غلق الملعب المواجهة بأمر من ملعب المواجهة بأمر من وزير الشبيبة ورياضة بسبب مخاطر كورونا كما قالت ما اضطر الفيرق لإجراء تمارين خفيفة داخل فندق الإقامة ما حدث لوفاق السطيف يأتي تزامنا مع قام به نادي الكيني مع الشباب البلوزداد الثلاثاء بمناسبة لقاء الذهاب الدور الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا وتسعى إدارة نادي الكيني لنقل المباراة الشباب البلوزداد خارج الجزائر حيث نجحت في تأجيله إلى السبت المقبل بعد أن كانت مبرمجة ما سأل يوم وجاء هذا البيان في البيان نشرته إدارة النادي الكيني أنها رسلت الكاف من أجل تأجيل اللقاء بسبب تعذر الصفر إلى الجزائر نتيجة تعليق حركات النقل الجوية وأكد شباب البلوزداد على لسان مدير رياضي يوم الأحد يريد نقل لهم هذا الفريق يريد نقل المباراة خارج الجزائر لذلك بغلق المجال الجوي الجزائري وسبق مسلسل وفاق صليف وشباب البلوزداد أزمة ملودية الجزائر مع نادي البنيني الذي دام أسبوعين فبعدما فرض العامي التعادل الإيجابي في الذهاب رفض المسؤولين النادي البنيني قدوم إلى الجزائر من أجل مباراة أيام الدول التمهيدي من أبطال إفريقيا التي كانت مبرمجة في ربعة من ديسومب وفي محاولة للنقل المباراة خارج البلاد وانتسبب حينها البنين بذريعة تعليق حركة النقل الجوي نحو الجزائر وحجة كانت كالعادة كورونا ويأتي تصرف الكاف وعدم ردها دائم بالإيجاب على طلبات تأجيل من منافسين ممثلين كورة الجزائرية بحكم قوانينها التي تمنح الأولوية للفريق الضيف ما يفسر تمديدها في التماطل وبحثها عن ذرائع وأفاد مصدر عليم من اتحاد من الفيرما وإن شاهدنا كيف أشمول الفيرما وإن دائما وإن دائما وإن يرد على المسؤولين تعالي وإن يتهم بأن المسؤولية تقع على عاتق الأندية المستقبلة حيث يجب عليهم أن تمتلك تصريحات لدخول أراضي الوطن إضافة إلى منح مخطط صفر يليغ بالفريق الضيف دائما وإن أكتشو لنا تشو كيف أش أنا عندي معلومات من الرئيس النادي تعمل دية مولودية وإن قالوا له تعالبينين ينجم عليكم يقولوا إحنا لدينا رئيس إتهالية مع الناش ومع سعي كاف لتفادي عدم اللعب مباريات وجدت أندية الإفريقية من كورونا مجال المناورة والضغط على الفرق المذيافة ولو كان حل في غير زمن كورونا كان الوضع مختلف وأشارت مصادر أن الفاف قامت باجتماعات مع الأندية المعنية بالمنافسات الإفريقية حيث قدمت لهم تسهيلات ومنافقة بشرط تلتزم بالأمور التنظيمية والتي تقع على عرقها حتى تحمي نفسها على بل الفير ما تحمي تاوحد قالوا نابس ما يحمو تاوحد وأكد مصادر أن فريق شباب الوزداد قام بكل إجراءات وأعطى مخطط سفر عبر ثلاث خطوط جوية وهي الدوحة المغرب وتونس وأوضح أن نادي الكيني وفق على مخطط رحلة الدوحة وفي حال عدم حضوره سيخسر المباراة أما في وضعية وفاق ستيف فتنص لوائح الكاف يعني وفاق ستيف وين لوائح الكاف على ضرورة تدرب وفريق الضيف على الملعب لقاء 24 ساعة ولمدة لا تقل عن ساعة من الزمن وهذا ما لم تقم به إدارة النهضة التي نادي تشاد حيث أغلق الميدان بأمر من وزارة الشبيب ورياضة الميدان نقول بللي ما لك الشباب وفريق على البدء من الجوالات اللي فاتوا لعبوا تمهيدية المباراة تمهيدية تشمبيونز ليك تحل على البدء لما ما ما يتحل قائلوا القطرة لهم أببار الجزائر مع النادي البنين لتعاود البرتية تعاودت أببار الجزائر اللي يعاودوا لها البرتية والأخرين قائل ميني قائل ميني مقل لك الجزائر اللي تعاودت وكتشون مشاكل لأننا عايشين معها الاندي شكو اللي سيخلصوا سيخلصوا الاندي والفارق الوطني الأول هذي رمي يعطوكم في رسائل بللي يلا قعد هذا سنشوف الجاحيم كثر من هذي مكان والو خاص كما نحن نري نري كوب دافريك بورك نفص فاين بغيت رح كوب ديموند كوب ديموند نحن لا نرى والو إذا قعدوا هذو سنرى العجب سنرى العجب سوال لا تأمنوا رسانكم قاعد هذي اللي نقول لكم نحن هذو ما الاندي يشوف الحقرا كديرا صباح نحق مع مول الفيرمة اللي إلهي غف الفيرمة التاع هذه هذي هذي تشوف كيف وينصبح نحق نورمال يحق نورمال حتش تصريحات اللي دارهم وزاد هذك هذك الجرو التاع وهذك اللي راح القاناة هذي تعال العار هذي وراح وقال هم اجتماع تعال رؤوس الاتحادي الافريقية آرانب كانوالو آرانب انت يا يمان انت ما عندك شي قولنا صحة على كنت تروح المغرب انت ومول الفيرمة على كنت تروح المغرب على على كنت تروح المغرب نعقل هناك فيسا مول الفيرمة سوف يعود غانما بالأرقام تري الهواتف تعرق سوف يعود يبا كانوالو كانوالو الريح في الريح الريح في الريح مول الفيرمة يحاوس بيع اللعب تاو دار انشاء هذا الأكاديمية من أجل استثمار ما دار جمعية خيرية لازم تثاهموها هذه لازم تثاهموها تلاقى الدعم من عند الصحافات تلاقى من عند قنوات تلاقى الدعم كبير وما زال لليوم راه العقلية تشبع كلبك شبع الكلاب يحاوس الفيرمة شبع الكلاب يحاوس الفيرمة لم يكن نقل هاں خارب الفاسد دم ليوم ومع أطلاق بيطاق مخارج ومخارج مخارج دم به اضمن 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 تعطيله اللجنة الولائية على الاستثمار يعني بتنها هكده ولكنن بيينوله الحقائق الحقائق اللي يعني زادشي ينتي الفوكتار يدي الفوكتار في الله في الله في الشايقة في المنطقة اللي تسمى الرشا ومزبوش الرشا ومزبوش الرشاقة هذه يعني رها اللولة وطنيا في إنتاج البصل واللولة وطنيا في إنتاج السوب وعندما كان مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي ها هم هنا يجوه الدولار ويديعوها الفوكتار ويديعوها الفوكتار لزادشي فيه فيها يجوه الدولار ويديعوها الفوكتار لزادشي